اشهد سعدة الدكتورة شيخ عبدالله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالرؤية الحكيمة والمستنيرة لجلالة الملك المعظم لنشر القيم الدينية والإنسانية النبيلة وتعزيز روابط التسامح والوئام بين الشعوب والمجتمعات من أجل عالم يسوده السلام والتعايش والازدهار جاء ذلك بمناسبة توقيع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في العاصمة البريطانية لندن مذكرة تعاون مع مؤسسة الإيمان بالقيادة ومعهد 1928 التابع لجامعة أوكسفورد بهدف إطلاق برنامج الملك حمد للقيادة في التعايش السلمي وأعرب سعادة رئيس مجلس الأمناء عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية بريطانية عريقة في إطار حرص المركز على توطيد أواصر التعاون والصداقة والشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة وأكد سعادته أهمية التعاون الدولي في تعزيز جودة البرامج التعليمية والأكاديمية ودورها الحيوي في النهوض بدور الشباب كشركاء في إرساء قيم التفاهم والحوار وصنع السلام بما يتسق مع النهج الإنساني لجلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة سمول العاد رئيس مجلس الوزراء وانبدي إعلان مملكة البحرين للتسامح واحترام الحريات الدينية وأهداف جائزة الملك حمد للتعايش السلمي وأضف أن الهدف الأسمى من إطلاق البرنامج هو إعداد وتأهيل القادة الشباب عبر إدماج مئة شاب في برنامج تدريبي مكثف على مدى أربع سنوات بمعدل 25 طالبا سنويا وتمكينهم من تدريب المزيد من الشباب في إطار مشروعهم للتخرج ومن ثم المساهمة في بناء أجيال جديدة مؤمنة بقيم التسامح والأخوة الإنسانية من جانبه أكد سيد كريش رفال مدير ومؤسس مؤسسة الإيمان بالقيادة أهمية هذا البرنامج كونه ليس فقط مبادرة تعليمية وإنما هو رحلة تحويلية أهل القادة البحرينيين الشباب ليصبحوا سفراء عالميين للسلام وأعربت الدكتورة روسي هوكسل في كلمتها نيابة عن الرئيسة التنفيذية المشاركة لمعهد 1928 بجامعة أوكسفورد عن تقديرها للتعاون البحريني البريطاني الإيجابي في إطلاق هذا البرنامج التدريبي المتخصص لإعداد القادة الشباب المؤثرين في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي